اشتركوا في القناة تحصل إشارات الاستفزاز الصادرة من داخل السعودية وتتمثل الخطوة الجديدة في تقرير مفصل نشرته النصفة العربية السعودية من صحيفة اندبندنت وبدأت الاستفزازات مع تغريدات تركي أل الشيخ رئيس الترفيه الحالي والمسؤول عن الرياضة في بلاد الحرامين سابقا وهو شخص مقرب من ولي العهد محمد بن سلمان التقرير الجديد الذي اتهم المجتمع المغربي بالشعود والسحر دهب إلى أن تاريخ الشعودة في المغرب يعود إلى الزمن الفنيقيين والرومانة مرورا بالثلالات التي حكمت المغرب إلى أن أصبح من أكثر الشعوب التي ألثقت بها تهمة انتشار الشعودة بين أفراد مجتمعه مضيفا أن الأمر يتعلق بموضوع دارف في عمق التاريخ المغربية وبمعطاب يوي للمجتمع ويرى مراقبون أن هذه الاستفزازات تبدو غير بريئة بالنظر إلى التوقيت الذي خرجت فيها كما أنها تأتي في سياق أزمة بين البلدين لم تعد ثامتة بعد تقرير العربية وخرجة وزير الخارجية المغربية عبر قناة الجزيرة في سياق متصل ذكر حساب المغرد السعودية الشهيرة على تويتر المعروف بإسم مجتهد أن مكتب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبيرة خاطب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولية المغربية من أجل لقاء الملك محمد الثالث بشكل عاجل غير أن الطلب السعودي وجه برفض من المغرب وليزال الغموض يلف العلاقة بين البلدين في دل التطورات الأخيرة وفي دل بعض مساعي الوساطة التي تصربت الأنباء عنها من إحدى الدول الخليجية لكن يبقى الثؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو من يقف وراء هذه الخارجات الاستفزازية التي بدأت مع تركي أل الشيخ ولم تنتهي بعد وهل الملك سلمان على علم بها ومن المستفيد من تدهور العلاقات بين البلدين نشر حساب سعودي على ثويتر معارض ومعروف بتثريب أخبار خاصة وسرية عن القيادة السياسية في السعودية والعائلة الحاكمة يحمل إثم مجتهد خبرا لم يتم تأكد من صحته يوم الاثنين الثامن عشر فبراير مفاده أن مكتب وزير الدولة الثعودي لشؤون الخارجية عادلة الجبيرة خاطب وزارة شؤون الخارجية وتعاون الدولي المغربية من أجل لقاء الملك محمد الثالث بشكل عاجل غير أن الطلب الثعودي وجه برفض من المغرب ويأتي تثريب هذا الخبر في وقت دخلت فيه العلاقات المغربية الثعودية نفقا مظلما بعد تناثل مواقف من البلدين تعبر عن تضرر كبير في العلاقات آخرها استدعاء الثفير المغربي لدى الرياض للتشاورة ردا على نشر قناة العربية القريبة من الأثر الحاكمة تقريرا مثورا لدى الوحدة الترابية للمملكة المغربية ويحضى حساب مجتهد في تويتر بشهر كبير ويبلغ عدد متابعي أذياد من مليوني متابعة وكثيرة هي المرات التي تأكد فيها أن الأخبار التي ينشرها صحيحة وتأخذ عنه محطات تلفزيونية عالمية وكان هذا الحساب صباقا لنشر أخبار من دهليذ الحكم في بلاد الحرامين قبل أن تتأكد الصحة ومع الوقت كما حصل حين نشر أخبارا عن احتجاز أمراءه ورجال أعمال بفندق ريرس كارتلون واعتقال علماء ودعاة معروفين ولا يعرف الشخص أو الجهة التي تقف خلف ما ينشر في هذا الحساب لكن يعتقد أنه يعود إلى مدون سعودية يكتب بإسم المستعارة وتدور التكهنات حول شخصين الأول أحد الأمراء المنشقين من أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية والثاني معارض سعودي إسلامية أفادت شركة ساوند إنرجيا البريطانية التي تتولى التنقيب عن الغاز بيتندرارا اليوم الاثنين أن بئرة تندرارا يحتوي على عدة ملايير من الأمطار المكعبة من الغاز وهو ما يؤكد ما ذهبت إليه الشركة في يناير الماضية غير أن الشركة افتعانت بمكتب بريطاني من أجل التأكد مما ذهبت إليه في ينايره وهي الخبرة التي افتندت إليها في البلاغ الذي نشرته اليوم الاثنين الثامن عشر فبراير لم يكتفي المكتب بتأكيد ما انتهت إليه الشركة بل إنه عمد إلى رفع توقعاتها على مستوى البئر العاشر حيث تجلى أن ما يختزنه البئر قابل للاستغلال تجاريا وتتحدث الشركة اليوم عن مخذون في حدود 15.4 مليون قدم مكعبة بعدما قدرته في يناير الماضي بعشر فاصل خمسة مليون قدم مكعبة أي بزيادة بنسبة 47% وقالت جيمس الرئيس المدير العام لسوند انرجي إنه بعد التحليلات التقنية ما بعد الحفر نحن سعداء بمراجعة التقديرات نحو الارتفاع لهذه البئر ونحن متلاهفون للانتقال لإنتاج المخذون وبالتالي للطابع التجارية وكانت الشركة حفرة البئر التاثع قبل ذلك حيث ثبت لديها أنه لا يحتوي على أي مخذون من الغاز ما دفع إلى ردمه وبعد الكشف عن المخذون الذي تختزن البئر العاشر يرتقب أن تنكب الشركة على حفر البئر الحادي عشر حسب البرنامج الذي ثطرته وتشكل هذه الأبارة الثلاثة مجمل برنامج الشركة البريطانية بحقل تندرارة الذي تقدر ما يختزنه من غاز بعشرات وحتى مئات الملايير من الأمطار المكعبة وسبق للشركة أن أعلنت عند تنقيبها في أبار استكشفتها شركات أخرى قبلها بالمنطقة عن احتواء البئر الخامسة على مخذون يقدر ما بين 10 و 15 مليار متر مكعبة أكد كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف بأنه سيتم الإعلان قريبا عن مشروع الربط القري بين المغرب وإسبانيا لافثا إلى أن المغرب تشتغل منذ سنوات مع إسبانيا من أجل الربط القريب بين البلدين وهم الآن في مرحلة تعميق الدراسات التقنية وقال في حوار أجرته معه وكالة الأناظول التركية يوجد أفق زمني معقول لخروج الدراسات التقنية إلى حيز الوجود كي تعطينا الخيارات الممكنة لهذا الربط مضيفا الشركتان المغربية والإسبانية تشتغلان على إيجاد أفضل طريقة للربط القرية والدراسة المرتبطة بعمق البحار ستمكن من اقتراح عدد من الخيارات وأوضح أن الخبرة الثويسرية بيّنت أن بعض المقترحات التي كانت خلال العشرون سنة الماضية غير ممكنة أصبحت اليوم متاحة على أثاث أن نقرر أفضل مقطع ممكن للربط مع مراعاة التكلفة والمخاطر المرتبطة بالبحار وأضاف قائلا التوجه بدأ يتضح وسنحاول خلال الثناء أو الثنتين المقبلتين إنهاء الدراسة لتبدأ المرحلة المهمة وهي البحث عن التمويل وبشأن إن كان الربط سيكون عبر جثر أو نفق تحت الماء قال بوليف توجد ثلاث إمكانيات سيحثم فيها الجانب التمويلي والتقنية وعلى ضوء الإمكانيات ستكون هناك أرضية للمناقشة بين البلدين من جهة أخرى وبشأن ملف إحياء القطار المغاربية قال بوليف إن الاتحاد المغاربي يحاول منذ تأسيسه إنجاز هذا المشروع مضيفا أن كل البنيات التحتية والمشاريع الإقليمية مرتبطة بالمناخ السياسي السائد بالبلدان المعنية والجديد هو أن الاتحاد المغاربي سيطلق دراسة للترويج وإعلان كيفية تحقيق الربط الثكاكي وتابع أن الثكاك متوفر إلا أن بعض المقاطع تحتاج إلى إنجاز ودور الدراسة التي أطلقها الاتحاد هو عودة الملف لطاولة النقاش خاصة وأنه تم الاتفاق خلال لقاء وزاري لخمسة ذائد خمسة في موريطانيا مؤخرا على هذا الربط الثكاكي وكانت الأمانة العامة للاتحاد المغاربية قد أعلنت نهاية الشهر الماضي عن طلب عروض دولية للتسويق لمشروع إحياء القطار المغاربية وقالت الأمانة العامة عبر موقع الإلكتروني أن طلب العروض الدولية يتعلق بالدعاية والترويج للدراسة الخاصة بتأهيل وتحديث بعد مقاطع الخط الثكاكي المغاربية وأضافت أنها حصلت على منحة من البنك الإفريقي للتنمية لثمويل الأنشطة التحذيرية لإعادة تأهيل وتحديث الخط الذي يربط بين المغرب والجزائر وتونس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر